ويبقى دايماً الحضور الجماهيري هو روح كرة القدم ما فيش حد ممكن يتخيل مباراة كرة قدم بدون جمهور وتبقى بنفس الطعب وبنفس الحلاوة وبنفس البهجة وبنفس حالة المنافسة ده على مستوى المشاهد اللي بيتابع وعلى مستوى اللعيبة اللي بتلعب الرياضة عموماً من غير جماهير ما لهاش طعم ولا لون ولا ريح وبالذات كرة القدم ولولة الشعبية والجماهيرية ما كانتش كرة القدم أصبحت الرياضة الأولى واللغة المشتركة والرياضة الأكتر جذباً للاهتمام على مستوى الكون الأرضية كلها وعشان كده يعني وإحنا رجعين من الدورة الإيطالية ومن دوريات الكبيرة كلها مش ممكن تلاقي مباراة في أي دور كبير والمدرجات فيه فضية ومش ممكن تلاقي نادي ناجح من غير ما يكون في ظهره قاعدة جماهيرية معقولة ومقبولة احنا بلد تخطت اعدادها المية وخمسة مليون هو ده مرتبط الحياة بموضوع أنا حابب أتكلم فيه النهاردة قبل ما أدخل في تفصيل الأخبار مع حضراتكم تعالوا نفكر كمصريين يعني بما أنه جزء من حياتنا وجزء من متعتنا هي كرة القدم تعالوا نفكر في حال المنظومة كده وإحنا دايماً بنتكلم على الأندية الشعبية أو الأندية اللي عندها قاعدة جماهيرية هو ما فيش في مصر عشر خمستاشر عشرين نادي عندهم على أقل كل واحد منهم أربعين خمسين ألف مشجع أكيد فيه من غير إحصائيات ومن غير أرقام رسمية ومن غير أي حاجة أنا بتكلمك عن بلد فيها مية وخمسة مليون منهم سبعين تمانين مليون اللي ليهم واللي ما لهمش في الكرة بيتفرجوا على كرة وبيحبوا الكرة وبيشجعوا كرة وبيشجعوا أندية مختلفة ويسيبك من الأندية الكبيرة اللي ليها قاعدة يعني عريضة من الجماهير اللي احنا متأكدين يعني هقولك مثلاً أهلي زمالك إسماعيلي مصري اتحاد غزل محلة منصورة أنا بكلمكم على أندية أنا شفتهم وشفت جماهيرهم في الملعب بلدية محلة أوليمبي يعني الأندية دي أنا تفرجت على جماهيرها في الملعب محدش حكالي ومحدش ما سمعتش عنهم الشرقية لما كانت موجودة المينيا لما بروح نلعب أسوان لما بروح نلعب كل دي أندية جماهيرية وشعبية طيب إيه قصة المعاناة ومين المسؤول عن حالة المعاناة دي وليه دايماً وده السؤال المهمة برضه على الجماهير نفسها أنها تجاوب عليه ليه دايماً قصة نجاح أي نادي مرتبطة بوجود شخص في موقع المسؤولية إذا كان موجود هذا الشخص كانت التجربة رائعة ومستقرة ويمكن يكون فيه الاستقرار ده دافع لتحقيق نجاح حقاً كان مستوى النجاح ده بطولة هنا بطولة هنا منافسة هنا شكل هنا يعني بصرف النظر عن معايير النجاح في حد ذاتها تختلف تتفق عليها لكن التجربة عموماً بيبقى حاسين أنه في حالة استقرار زي احنا مثلاً ما شايفين النهاردة مثلاً الاتحاد السنة دي إلى حد كبير رغم أن كان فيه زوابعة في النص يعني طبعاً لكن انتهت الحمد لله لكن في النهاية ليه قصة النجاح دايماً أو مرحلة الاستقرار دايماً أو مرحلة خليني أقول أن احنا بنطلع لقدام لا احنا سبتين محلك سر ولا احنا بناخد خطوات للخلف مرتبطة بوجود شخص ما ده سؤال وده ما لا ينتبق بس على الرياضة ده ينتبق على أي منظومة وجوده يضمن الاستقرار ويضمن أن يبقى فيه حاجات بتتحقق على أرض الوقع ورحيله أو غيابه عن المشهد يخلي المعادلة أو يعني القصة كلها تختل ويبقى فيه مشاكل ويبقى فيه عدم استقرار ويبقى فيه مطالبات برحيل لعبين ويبقى فيه قصة في التعاقدات ويبقى فيه مشكلة في العقود والميزانيات إلى أي مدى يسأل الناس اللي كانت مسؤولة في وقت من الأوقات عن غياب أو تراجع مستوى الأندية الشعبية هل الدولة تتحمل ده؟ طب الدولة مالها وإزاي المسؤولين عن الأندية دي في التوقيت ده مقدروش يستغلوا الشعبية في وقت تاني أندية بدون أي قاعدة جماهرية نجحت في الوصول أنها تلعب في الدولة الممتاز بل وأنها نجحت كمان فيه أنها تكون موجودة في المشهد ومؤثرة فيه حقيقة ممكن تبقى ما حققتش بطولة لكن في النهاء فيوتشر مثلا على سبيل المسال فيوتشر طالع من قد إيه؟ موسمين وكاس رابطة ورايح شارك في كونفدرالية والسنة الجاية هيشارك في كونفدرالية يا في دوري أبطال محدش عارف يعني محدش عارف طبعا لغاية دلوقتي لكن أعصد أقوله في النهاية قدر يخش وسط الكبار نادي لا يتمتع بأي قاعدة شعبية ولا جماهرية اللي وصلنا لفكرة أن الدولة الممتازة أهم وأقوى بطولة في مصر عندنا المفروض أنها بتساعد الأندية الكبيرة على أنها تخط بطولة قوية تبقى إعداد تبقى احتكاك مناسب أنك تلعب في بطولات قرية أو بطولات علامية وفي نفس الوقت تبقى واحدة من أهم روافد المنتخب الوطني تبقى فيها سبع عندها فقط ليها شعبية وجماهرية وتاريخ و11 نادي تاني مالوش أي جمهور أو مالوش أي قاعدة جماهرية أو شعبية بتشجعوا تقريبا يعني إلا ما الرحمة ربي لو بتعتمد أنه في 100 أو 200 أو 500 أو 1000 أو 1000 بيشجعوا ده بالتأكيد مش قاعدة جماهرية تبني عليها فريق أو نادي بينفس في بطولة زي بطولة الدولة وبالتالي قصة طبعا مع كامل التقدير والاحترام طبعا للمجهودات اللي بتقوم بيها سواء على مستوى رأساء الأندية دي اللي يمكن اجتمعوا عشان يناقشوا مشاكلهم أو على مستوى مجلس النواب اللي النهاردة لجنة شباب ورياضة بتجتمع عشان تناقش في حضور مسلي 100 نادي في مصر عن مشاكل الأندية الشعبية يهمني جدا يهم الناس كلها أنه الأندية الشعبية في مصر ترجع مرة تانية لكن هو السؤال إزاي وهل ده مرتبط بأنه يكون فيه جهة ما ربطة أندية اتحاد كورا دولة مجلس نواب وزارة شباب ورياضة هي اللي تدعم وتدعم بمعنى إيه وتدعم لغاية إمتى وإزاي المسؤولين عن إدارة الأندية دي على مدار سنوات كتيرة جدا تعاقبة المنصورة نزل ومرجعش من إمتى أنا فاكر المنصورة كويس قوي في فترة من الفترات وجيل من الأجيال كان واحد من كبار الأندية في مصر وكنت تروح تلعب في المنصورة زي كأنك بتاعف الساد القاهرة وبتاعف السادس كندرية وبتاعف السادس معلية جمهور ولعيبة وطلعوا المنتخب مصر لعيبة كتيرة جدا عمر الزكي عبدالزهر السقى وليد صلاح عبداللطيف وغيرهم وغيرهم أنا طب مش عايز أن أنسى حد يعني منصورة كانت فرقة تيلة جدا اللعبة القالي والزمالك كانت بتكسبه كان عادي جدا منصورة تكسب ما كانش حاجة يعني غريبة ولا استثناء من قعد كان طبيعي جدا منصورة في الوقت ده أو مع الجيل ده أنه واحد من الفرقة كبيرة جدا في مصر راحت فين المنصورة وليه فضلت كل ده بعيد وإزاي ممكن ترجع قصة كبيرة جدا واللي ينطبق على منصورة ينطبق على غيرها كتير أنا فاكر برضو الأولمبي السكنداري ده برضو كان زمان وطلع على عيبة كتير زي أحمد الكاس أحمد ساري وغيرهم إسلام الشاطر في فترة من فترات يمكن كانت البدايات في الأولمبي طلعوا نجوم لمصر والقرى المصرية ولعب وبعد كده أهلي وزمالك يعني ساري لعب زمالك الكاس لعب زمالك وطبعا منتخب مصر إسلام لعب أهلي ولعب برة ولعب زمالك في فترة من فترة بس في النهاية تكلم على مكان أو نادي كان بيقدم لمصر أهم من جوم الكرة المصرية فين الأولمبي ومن كم سنة الترسانة الشوكيش يعني أنا فاكر كويس قوي أنه في فترة من فترات كان فيه جمهور بيشجع الترسانة كتير جدا في مصر وفريع عنده بطلات وألقاب وكان بنفس الأهلي وزمالك وطلع أساطير فهي القصة مش بس فكرة أنه إزاي ترجع إزاي تخلق منظومة نجحة سواء للي موجود في الدولة النهاردة أو اللي بعيد عن المشهد بقى له سنين طويلة جدا من خلال سيستم مش مرتبط بفكرة تواجد رجل أعمال محب للنادي أو يعني منتمل للنادي يقدر يصرف عليه ويخلصه من مشاكله ومن متعبه وهمه المالية وبمجرد اختفاع عن المشهد نرجع نلف في نفس الدائرة المفرغة من أول وجديد قصة كبيرة جدا وخصوصا لأنك عندك حاجة ممكن تراهن عليها عندك جمهور والجمهور دايما هما الرعاية ليه بيجوا وليه دايما فيه إشكالية في مصر فإن الناس تفهم قصة الرعاية عايشة هتطول شوية في الموضوع بس في المنطقة الأهمية ورياضة في مصر ستتطور إلا لو فهمنا حقيقة مصادر التمويل لأن الكرة النهاردة أو الرياضة بشكل عام بقت بيزنس حد ينكر أن النادي زي النادي الأهلي على مستوى الألقاب والبطولات نقدر أنه لدي تجربة أكتر من نجحة هل النادي الأهلي رغم تفوقه في كافة الألعاب في كافة المراحل السنية هم نتكلم على سيزن فيه تقريبا السنة ياربعين بطولة هل النادي الأهلي كمنظومة تعثرت في وقت من الأوقات برحيل مثلا اسم وما جاء اسم آخر يعني أنا من ساعة لما ابتقيت أتابع وأفهم يعني إيه إدارة ويعني إيه شفت كابتن صالح سليم طيب مشي كابتن صالح سليم وجي كابتن حسن حمدي هل اختلفت الأمور مشي كابتن حسن حمدي وجي المهندس محمود طهر هل اختلفت الأمور مشي المهندس محمود طهر وجي كابتن محمود الخطيب بالعكس الأمور دائما الكيرف دائما في الطالع على الرغم من مسؤولية النادي الأهلي على مستوى التوسعات على مستوى البنية التحتية على مستوى العضويات على مستوى الألعاب والألقاب والبطولات تتكلم على نادي تقريبا بتلاقي في كل الألعاب وكل الألعاب دي مصادر تتويج للنادي الأهلي مصادر نجاح وبطولات وألقاب ليه القصة بقى مرتبطة مش مرتبطة هنا بشخص معين أو باسم معين مرتبطة بالكيان نفسه كم نسخة أو كم موضل ممكن نقول أنه ماشي في سياق النادي الأهلي أو بنفس الطريقة طريقة شغل النادي الأهلي وهنا تيجي قصة المردود المالي بقى لنادي بحجم النادي الأهلي عشان كتير قوي بيحاولوا يتوه الناس وليه مش معنى الأهلي بياخد نصيب أكبر من الرعاية هو ما تكتهد وتحاول تجيب عقود رعاية أكبر إيه اللي منعك من ده بس هو الرعي هيجي المين الرعي اللي جاي من بره مصر أو الرعي اللي هيجي جواه مصر جاي بيدور على إيه بيصرف الفلوس دي كلها عشان هو بيشجع النادي الأهلي انسى المصالح تتصالح كل واحد بيدور على مصلحته أي رعي بيدور على حاجتين مهمين جدا معيار النجاح في الاسم اللي هرتبط باسم الكيان بتاعه وحجم الاستفادة المادية اللي ممكن ترجع عليه من وراء رعايته للكيان ده فبالتالي الرهان على الشعبية والجماهيرية ومستوى النجاح كل ما زادت الشعبية والجماهيرية وكل ما زاد مستوى النجاح في اسم الكيان تأكد انه الطلب عليه بيزيد النادي الأهلي النهاردة لما يخرج من بطولة أفريقيا سيك من الدوري سيك من محلي النادي الأهلي لما يخرج من بطولة أفريقيا او يخرج من البطولة العربية او يخرج حتى من بطولة كاس العالم تأكد انه في خسارة هتقع على البطولة لان كل منظمين هذه البطولات يعلموا تماما مقدار المتابعة يعني هتتأثر بسبب غياب نادي بحجم النادي الأهلي وبشعبيته والجماهيريته الكبيرة جدا في مصر وفي المنطقة العربية وفي أفريقيا لا أقصد التقليل بأي شكل من الأشكال لكن ايه هو حجم المشاهدة او المتابعة التلفزيونية لمباراة بتجمع بين مثلا مثلا يعني انا هديكم ناديين فيهم كرة كويسة يعني لو انت بتتفرج على كرة هتحب تتفرج على مباراة مثلا بين فيوتشر وبيرامدز لكن تعالى نسأل نفسنا ايه حجم المتابعة التلفزيونية ويه حجم الإعلانات اللي ممكن يكون محطوط على مباراة بين فرقتين زي فيوتشر وبيرامدز وايه حجم الدعاية والإعلان اللي ممكن يكون محطوط على مباراة بين الأهلي والاسبعيلي او الأهلي والزمالك او حتى الأهلي والمصري او الأهلي والاتحاد مش هالتان